خلاص والله ايه عمل كده حضر ما تقليش طيب طب اقفلي بس دلاتي عشان لازم انقص جريمة الله ينور اوالد العم وعليك يا بشمهندس خلي الحباية واتش تحت عمرك يا بشمهندس ونخليك ليه ابيك واربك ايوه السلام فحي كده خد بالك من الكهرباء ماين المفاجأات البوليسية دي بقى؟ كان عندي معاتي ينبوكو هنا و خلصت و عجي هشوفك شوية بص انت بقي لك كتير قوي مبلجتش مو بخ يصعلق在ك عجلة صاight ضم طب هيو priced حاجات أسطر حاجات كويئة فا بسخناني ما شو رايحة ميس طب باية ده أنا فهمت بس انت بدور في حاجات حصلت كتير صح تịch باحشتين كباح وحش ديني مش عارف هشو فكرة مش عارف هلأي كتا يا حترة قلت عدى عليك شوية مش عارف ليه حاسة انك بتفتحمي تفتحمي بإصرارة بس الغريب بقى انا معليش معلع بس مش معلع كده ان انا مش بقلق لا انا بقلق وبتوتر كمان بس للأسف مش معليش معلع طب ليه للأسف بس وانا انا بايدة ارجو ده لا قل لك ايه؟ ايه؟ انت مش جيت؟ اه؟ خلاص مش كده؟ نتعامل مع الامر الواقع طب تلمح نتعامل مع الامر الواقع ما تيجي نروح متعشة بعد شوية لا انا عارض مش عارف ليه؟ ممكن عارف ليه؟ دي أزاب خاصة يبقى نشو بشي بكري! امور يا باش مهندس كباية شاي للباش مهندس سكارك ايه باش مهندس سكاري نيلا سي ما سمعت تحت امرك يا باش مهندس 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 هو ليه كل الناس الزبالة بتبقى مضبطة نفسها كده؟ شان هي الدنيا كده؟ لازم يبقى فيها الزابط والناس الزبالة اللي انت بتقول عليهم تقول والله انا ما بقيتش فيهم حاجة فريدة خلاص لا يا عمر انا عارفاك كويس انت فاهم بس لما بيكون في حاجة شغلك في دماغك ولسه مقفشتهاش بتفضل عامل نفسك كده عامل نفسك مش فاهم ايه الكلام الكبير ده؟ ايه يا استيزة؟ تفكر فريدة دي مش حاسة بيكون ايه؟ انا عارف بس ان فريدة دي احلى حاجة في الدنيا كلها وانت كمان سوايدي ده ايمن ايو ايمن ايه؟ ازاي يعني يا ايمن؟ وكل مرة؟ حصل ازاي يعني الكلام ده؟ احنا فين هنا؟ اكمل انت فريدة ايه يا عمر؟ يا عمر؟ ماتت؟ لا الحمد لله فوقت العمليات الحراسة بتاعة الترحيلات كنت بتعمل اي انا مش فاهم؟ البهواتل عباب الاسم كانوا نايمين؟ نفس اللي حصل مرة اللي فاتل هو كأنه كوبي لكن المرض استنوعها هي خارجة من باب الاسم عادة متسيكلة عاي يضرب نار طبعا القوة ما عافتش تضرب عليه نار لاني كان الشرع كله زحمة انا مش فاهم الناس دي خلاص ما بقيتش بتخاف ولا ايه؟ كل حاجة اوليه هيتامل ايه يا عمر قدر الله ما شاء فاعل يا عمر بيه؟ حضرتك بتعمل ايه هنا؟ انا حضر الواقع جاي مع موكلتي اللي بقيت مجنع عليها دلوقتي كمان حضرتك يا عمر بيه؟ موكلتي اتضربت واني بتترحل من اسم الشرطة وقدام حراسة الزباطه اتفضل يا باشا فضحيتنا بقيت بجلاجن لا ولسه طيب تفضل يا سيدة عده اسم؟ هنكمل المحضر هناك ان شاء الله شكرا شكرا هروأ بس تعالش عباه وبعد يكن تشوفه نعمل ايه؟ يا صلاة الزين يا صلاة الزين على عزيزة يا صلاة الزين مينة؟ انا مرفت يا معل تعال يا مرفت ازايك يا معل؟ الحمد لله عدل وفطل انت نازل ولا ايه؟ اه؟ رايح كده مشوار طويل يمكن نبات يعني مصلحة وربنا يسهل واعرف قضيها يا رب طب ام يا معل حدامل معها ايه؟ كل خير اللي بدي انت اللي استاذ حليم كان عندها وطب من يا عليها؟ وما ليه؟ وكلها هيهم ولا اتنين وتخديها في حكمك؟ ما جده والنبي همعلم؟ طبعا يا بيت انا ليه يا برا كلامك؟ طب ما ينفعش والنبي اطل عليها تطل على مين يا بيت؟ هي محجوزة عشان تطل عليها؟ ليه محجوزة على زمية قضية؟ الله وان شاء الله بكرة او بعده هتخرج رجالاتنا برا عاملين اللازم واكتر بيروحوا لها باحسن اكل واحسن شرق ومعها فلوس تشتري بيها مدرية كلها لو جالها شوه؟ ربنا ياسطرها معاك يا معلم بقولك أيلو النبي يا معلم والنبي ما تزعل مني من اللي أنا قلته أزعل؟ انسي انسي واحدو مطراحك لو سمعت الخبر ده كانت عاملت اكتر من كده ميت مرة احنا جاهزينا معالم صباح inclki صباح المال يا سايبك طيب قسيبك يا مرفت بقره اوي بعده بكتير حرجع وإن شاء الله لما أرجع حلاقي إحسان نستنياني وأعمل لها حفلة أجمد من حفلة راس السنة للتين ومجي التراطيب وحاجات بنتروح عنها يا رب طيب أسيبك أنا خلي بالك من نفسك سالك حيوصلني المطار ويرجع أي حاجة عايزها أطلو بيها طلبات مرفة أوامر من أنا سالك معلومة سيب المعلمين يا رب السلام عليكم ربنا يسلمها معاية تسلميلي يا بنتي بغالية ياري هذه الحاجة قولي الأول أنت لست في شعر ما أتنقلت آه يا كلاب يا كفرة لمن دور يا ميرفا تحتودينا في مصيبة مصيبة هو في أكتر من اللي إحنا سيدا نصيبة أنا كان قلبي حاسس قلت لك أنه هو هو عطي ومالوش عزيز وإنت كمان عطي زي الله طب أنا ما قالت ها عشان أنت كنت عارف من الأول وما قلت ليش آه ياما يا حبيبتي ياما أمي ماتت وانا هداينا نستنيها تاركة آه بقول لك ايه أنا لازم أخرج من هنا حالا لازم أخرج بس بقى هتخرجت محزين فلاحيا شفتي؟ عشان كينا مرددش أقول لك من الأول عشان كنت هتفضحين أو تجرسين وتدفلين لمطرح ما إحنا وقفين وأنا بقى لأطولنا لأعين باليمن وأنا بالح الشام اجتمي بقى لحد ما دبر أمري أنا عايزة أعرف من كرانها إيه سلك عايزة أعرف بسلكات عايشة ولا ميئتها ما أقول لها يعني يعني كده خلاص ومي طلع في تيس من غير حتى نمشي وتفددها لا ست الشرى بروه بعيد الولية في المستشاه وما فيش أخبار لا بخير ولا تشارك خلاص يبقى أنا لازم أخرج من هنا عشان أعرف كرانها إيه هتخرج بسبب العالم لا أنا لازم يأخذي أخرج دلوقتي حالا خلاص هتخرج يا الله ما بقى سلك ما بقى سلك دفعني ما بقى سلك دفعني ما بقى سلك أنا مليش غيرك دلوقتي يا سلك أنا مكان بقى سلك مليش غيرك ما بقى سلك ما بقى سلك ما بقى سلك هتخرجي سيجيني بس كده أفكر بحظة بطل جدا خلاص أنا هطلع غير الهدمة اللي علي اللي غيرت يا أخي ما تتصار ما نزعش يعني إيه يعني هيروسوا من الخارجة خلاص مش مهم ما بقى سلك كيرك خليك البرادة نوع وبعدين يا سلك لازم مصيبت يعني أخي ده مش فهم حاجة تعني لازم تحصلت مصيبة تخلينا نخرج هنا قدامك كل وبعلمك كل من غير ما نكلم أمريكان خلاص اعوار نفسي مانفعش جرح المطوى سهل ممكن الدكتور يجي هنا ويدويه يعني اعمل ايه يعني اسألك اولع في نفسي يعني حاجة شبكة خلاص اولع في نفسي او حاجة تانية حاجة زي ايه امك عندها سلحة اوه عندها خردوش قلبي هتخرج انت دلوقتي وانا شوية هخرج وراكي هتماشى لحد الفيلة واول ما اوصل هناك هديك الرنة اول ما اجيلك الرنة اضراب نفسك في حتة معينك بيك ازي هنا اول يعني كده في رجليتي عايزيني يعني وانت بتنظفي السلاح واع منك على ارض طلعت منه طلق قبل غلط ايه حتقداري ولا روح للحل التاني اللي هو ايه اللي هو اخرج انا واعرف الاخبار وابطن منك لا يا اخويا انا هخرج بحيك اتلمها للنين اولا يا عمال الله برد اقربش ومصورة ومدريك لك يا الله تعليك يا يلا يلا أسأنيك الحمد لله السلام يا سيدي الله يسلمك نهنيك يا حبي سأخذ أخذ 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 المترجم للقناة اشتركوا في القناة 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 طالب اشتركوا في القناة 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 حلم زبالة ايه مالك مالك مفيش يا باشا خلاص خلصت القهرة بس يا باشا خليه بس يلم الشعرة منك بس يمقولي أنا بقى دخل الحاجات جوه على الرخمة وحط جنبها كشف الحساب حاضر يا فنة مالك يا حبيب مالك يا حبيب لو بنت الحلال هي اللي عاملة فيك كده واهلها ناس طيبين وزي الأمر يبقى أنزلة روح يخطبها على طول هي بنت حلال واهلها ناس محترمين بس مش ده لشغل دماغي زي ما انت فاكرة مالكي بس يا أنا حكيليك بنت دي أول مرة كنا الاسم قدمت بلاغ فوات صايرة عندهم المنطقة حاول يعني يعتدي عليها واغتصبها تاني مرة قدمت بلاغ في الظابط عندنا والدرامة كده حاول اغتصبها ويستغل البلاغ الأوليني أبخطفها وطلع عالطرة بالحيوان حاول اغتصبها لكن هي ما سكتتش عورته في دماغه وفي إزازة العربية مش كنا بقى ان كل زيها بيعتبر ان انها تبلغ في الحالات زي كده تبقى فضيحة فضيحة بالنسبالها فضيحة بالجلاجل اللي بقى يا ابني بقى البيت دي صح ولا غلط اماما؟ لا هي طبعا صح حتى لو كانتها تتفضح أكيد يا ابني مدام مظلومة يبقى أكيد ربنا هيخرص اللسنة كلها عناه بس بقى وجبك انت واللي زيك يا حبيبي انكو تقفوا جنبها علشان ربنا يجعلكوا انتو السبب في انها تاخد حقها بقولك ايه انت وراك حاجة بكرة بالليل يا ماما انت وشفشين دي الليل وحد سمعنا؟ لا أصلي كنت عايزك تجي معي مشوار كده أنا تحت أمرك يا أمر أصلي مدام نبيلا يا ماما يا ناس حد يشيل مدام نبيلا من قدام أمي انت عارف يا عادل انت اي مشكلتك انت وابوك؟ ايه يا عمر؟ النقطة توزينه الناس بالكيلو مش فاهم ماما يعني البيت الغلبانة دي بنسبالكو تسوق ايه بكام انا برضو بنسبالكو اسوق ايه بكام حتى الراجل الكبار اللي طول عمره باشا بزمته و بضبيره و قم يبقى بقبته برضو بتنزنوه بالكيلو شوف امر زي ما الباشا كبير بسلطته وبنفوزه انا ابويا كمان تجر كبير بسلطته وبنفوزه وانت عارف كده كويس يمكن هو يكون طريق تفكيره كده ويمكن يكون عنده حق لكن انا بقى غيره خالص لا بالعكس يعني البيت الغلبانة دي لو كانت تعرف ترد لك الالم عشرة تفتكر كممكن يجي في بالك لحظة انك تعمل معها هل انت عملته ده اولا يا عمر انا معملتش معها حاجة ثانيا بقى بلاش بقى اولا وثانيا والكرام ده اسمها ملحقتش اعمل معها حاجة عشان تفرق كتير اولا كده ماشي عمر تيجي نتفق على حاجة فضل حلو اولا تعالى نتفق انه محدش فينا كامل طبعا تمام يبقى متخلاش بقى نتعمل مع بعض من السكة دي كل واحد فينا عمر ممكن يغلط تحت اي ضغط بس انت ما كنتش تحت اي ضغط الا ازا كنت بتعتبر عدم الجواز بالنسبالك ضغط ممكن يخليك تفكر تعاوض ده بحيته تانية ماشي عمر هعدها لك وهعتبر انك ما بتتريقش وهرد عليك مادوده عمر عامل زي ما يكون شفت طفل شكله حلو في الشارع اول ما شفته حضنته عشان تطبطب عليه وفجأة بقيت امه بتسرخ وبتلم عليك كل الناس عشان افتكرتك هتخطفه ورباب بقى فكرتك بقى ليه طفل بصد انا بقول مثلا يا عمر رباب فكرتني باغلى انسانه شفتها في حياتي وعرفتها في حياتي من اول ما شفت رباب بحسيت ان هي رجعتلي تاني بس الفرق بقى اللي دي كتلابسه طعم تنس دي كتلابسه بلدي ولك يا عادي السكرينش هتنفع معايا صدها بحيط اسد وهقول هلك تاني عادي انا مفيش حاجة ليك عندي المشكلة بتاعت البنت دي تخصها يا لوحدها ما تخصش حد تاني يعني لو اتنازلت انا مفيش اي موقف اخده ضدك او معاك اما بقى مشكلة ابوك فدي برضو مش فيدي ابوك هو اللي حطه نفسه قدام البشاك كبير يعني البشاك كبير هو اللي لازم ياخد القرار سواء معاكم او ضدكم بقولك ايه انت جبت عربية بدل ان تسرقت جبت يا عمر طب كويس اهوي بس انا كنت خايل بصراحة تدبس في التوصيلة انت عارف يعني دنيا زحمة بقى والقلق والبلد ومن دور سلام سلام الله 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 حاضر انا جاي اهوي اللي ع الباب حبيبتي يا ملفت وحشتيني ازاي كي بده؟ ملك يا بده ازاي كي بده مش قادرة والنبي شقدت عبيبة انا فكرك متشالة عادي مالك متحورة يا بده الف سلام عليك تبخشي على مالك على مالك اوه اوه الف سلام عليك يا حبيبتي الله يسلميك يا بده معلش لما اغزة اصل بقى الا كتير ما شفناش بعض اوه ده سالك سالك؟ سالك فين؟ ايه اصله ده؟ ايه بده اسمه سالك لما اغزة بقى القافي حكمت دي بدرية بس مصر كلها بتقولها يا بودة مصر؟ ربنا ما يوليك ضربة الشهرة بس ايه؟ كله بالحب ومالك مالك يا بت مال رجلك؟ متعورة بش تعويرة جامدة حبتين عين عينة عايزة تدفقع رجلك عملي دلوقت بقيت احسن شوية؟ الحمدلالله ربنا يخليك ليه يا سالك الله ربنا يخليك ليه يا سالك ده انت شكلك مسالك روحك مع البتة عالاخر ايه اصله ده؟ بس الله بس تشرب ايه؟ عندنا شاي قهوة نعناع يانسون ومنكر كمان يا بيت سكوتي مش قادرة اضحك مالكيش دعوانتي تشرب ايه بقى عشان المنكر يعني شاي لو فيه شاي منعناية خدوا بقى راحتكو على الاخر سواني واجلكم اسطنى ربراريا ايه يا واطية الولادي مزاكية 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 اوه شاي رفم زاكية حالو يا زكوة لا لا يا حبيبي ولا يا هما خالص ده انا الاسف الله ان انا بصهارة كل ده هي السعبة اتكايا انا حرفة ده زكوة ده لا تعبك واها يا جامد نعم علم رب ده خليك لو ها وصلت الحاجة طيبة ده ايه بيتفسح ماشي يا زكي ماشي لا يا حبيبي انا مش عارف اشكرك ازاي والله تعبك معايا جامد ماشي هلا هكلمك طبعا ماشي حبيبي يا الله سلام سلام نفسه دائم حبيبي بيتفسح امركاني بيتفسح ويا اما زكي بقى غبي ويا اما امركاني بقى زكي حبيبتي يا اما مرفت وهي دلوقتي في النيابة ولا في المستشفى ما عرفش عنها اي حاجة وانت يا بيت الجننتي في حد يدرب روحه بالنار كده افردي كانت تطوبة جد في المعطوبة كنت هتعمل ايه ساعتها يو يا بودة بقى انا مفكرتش اصلا قلبي واكلني عليها خالص وحسك كده بقى ان فيما العب يتلعب علينا واحنا مش فاهبين كلمت المحامي اللي قالوك على اللي ما يتسمم امريكاني ده كلمنا وقالك ايه ما بيردش جربه تاني بس احنا في الليل واخره اكيد زمانته نام كلمنا من بدري ثلاث مرات يبقى اكيد ديوملوس ما تدقيش نفسك يا بيت بكرا عرفلك الموضوع من اول والاخره ما تعرفش يا راحة انيه نيابة انا معرفش اي حاجة وحتجنن عليها بعد الشر عليك يا بيت سيب الموضوع ده عندي يا ريت بس ازاي شكلك كده بتنسى يا سالك يا مش من شوية قالتلك ان كل مصري بتقول لها يا بودة معاك حاجة تباد فيها لا انا همشي بقى لازم ارجع الفيلا الريدي مهمة بس ان انا كنت اتطمل على مرفة انها تبقى بعيدة عن امريكاني ورجالك انا طلبت شوية عشعة كباب وكوفتة كده كل لقمة معانا واتكل على الله لا لا قبلها انا واشفة فوتكوا بعافية مع السلامة انا الحمدل على السلامة يا كبرنا الحمدل على السلامة كبير إن شاء الله يسلمكم ولا تلجم أمورنا كبير أجري روحات للوقت سالك عشان أغير ريئه على تعكيره عشان يبايافر التليفون في وشي ويستنطع وينام ويسيبني ملطوع في المطار ساعة من غير ما يرد علي واللي خلق الخلق لخليه يمشي يكلم نفسه على الحركة دي يساني إيه يا قاله؟ ما تروح تندقله الثالك مش هنا أمعلم يعني إيه؟ سلامتك يا سالك إيه اللي صابك؟ قبل ما تقول أي حاجة أمعلم أنا موافع على أي حاجة تعملها فيها جزتي على الغلطة اللي غلطتها دي وأنا مش مستنيك توافع ولا لا يا خفيف تتكلم